دي اناي مساء الخير بعد اقرار مشروع قانون جاستا ودخول وحيز التنفيذ تتواصل التغطيات الإعلامية لتفاصيل هذا الحدث المهم المهم على مستوى العلاقات الأمريكية السعودية وعلى مستوى العلاقات الدولية بشكل عام الموضوع مهم خطير والأهم دقيق دقيق جدا وبيطلب متابعة هادئة على الآخر بعد يومين فقط من اقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب من قبل الكونغرس الأمريكي رفعت أرملة أحد ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول دعوة قضائية ضد النظام السعودي رفعت مواطنة أمريكية دعوة قضائية ضد السعودية بعد يومين من اقرار الكونغرس لقانون جاستا سيدة أمريكية تدعى ستيفنيروس ترفع أول دعوة قضائية ضد المملكة السعودية بعد يومين من اقرار الكونغرس الأمريكي قانون جاستا هدوء هدوء بغاية الهدوء ما في مثلا خلافا للأعراف الدولية كذا وكذا وكذا وفي تجاوز فاضح للقانون الدولي كذا وكذا وكذا في سابقة خطيرة أقدمت عليها الامبريالية الأمريكية حصل كذا وكذا بالعكس هدوء هدوء أرملة رفع الدعوة بموجب جاستا وحاتي من دون أي موقف من القانون نفسه واللي عنده موقف من القانون بعد أسوأ من يلي ما عنده موقف يعني القوانين في الأمم المتحدة وحقوق الإنسان كلها موجودة ولا يطبق منها شيئا القانون صدر لا شك أنه صدر ولكن تنفيذه لن يكون كما نشتهي المعترضين معترضين لأن القانون لن ينفذ كما نشتهي يعني القانون مش رح يقدر يأذي السعودية قد ما محور المقاومة بيتمنى يعني حصيلة الموقف لحد هلأ ترحيب بالقانون واعتراض أنه مش قاسي كفية طيب ما في حدا تاني عبينتقد القانون من موقع جدي جاستا يستنفر الإعلام الخليجي حملة إعلامية بوجه قانون جاستا متلازمة جاستا تضرب في السعودية تقارير إخبارية هنا وبرامج سياسية هناك والهدف شيطانة جاستا إيه إيه ما قالوا حق الإعلام الخليجي ما قالوا حق يشيطنه جاستا هناك محاولات لشيطانة جاستا ما هيدا جاي من عند الشيطان ديراكت الشيطان الأكبر إنه الشيطان بيطلع منه شي غير شيطاني فجأة بالنسبة لإعلام محور إيران صار فيه انتقاد ضمنه لشيطانة منتجات الشيطان الأكبر مثل قانون جاستا ويريت بس انتقاد للشيطان على ضوء ذلك العائلات وجدت أنه هذا القرار القانون الذي أقرب الكونغرس بالفعل لأول مرة يعطي المجال لمحاسبة حقيقية ولتحقيق العدالة بالنسبة للعائلات الذين فقدوا أحبائهم بعيدا عن أي أجندة سياسية أو توليخ لتنفيذ رغبات بعض الشخصيات السياسية مثل ديكتشيني أو جورج بوش أو غيرهم يعني حياد بنقل الخبر أولا ثم انتقاد لمنتقدي جاستا ثم جايين تجيبوا ضيف يخبرنا كيف إنه الشيطان الأكبر اليوم عبر أوانين مثل قانون جاستا هو مصدر المحاسبة الحقيقية ومصدر تحقيق العدالة؟ مان شو عم بيصير؟ بتخيلوا شو عم بيصير؟ يعني بتحس إنه فيه احتفالية جاستا في مكان ما بس ليه؟ شو مستفيدين؟ يرى مسابعون للسياسات الدولية أن العلاقات الأمريكية السعودية ستزداد التنهورا بعد إقرار القانون جاستا فاتحا الباب على قراءات مستجدة للعلاقات المميزة التي ربطت واشنطن بالرياض تركت آثارها الأنية على العلاقات بين الدولتين إلى مرحلة جديدة في العلاقات بين الإدارة الأمريكية والمملكة الخليجية خطوة تكشف أن صفة الحليف الأول لواشنطن في المنطقة لم تعود مناسبة للسعودية فما حصل يظل صراحة على أن السعودية لم تعود الحليف الأول لواشنطن في المنطقة هل أصبحت فعلا السعودية حليف محرج ومزعج للولايات المتحدة؟ حليف مزعج نعم طيب ممتاز ممتاز أولا إذا السعودية بطلت الحليف الأول لأمريكا لازم تاخد مكافأة من قبل محور إيران يعني كل الدعاية السياسية الإيرانية شو؟ أن السعودية بتشتغل عند أمريكا بالتآمر على الأمة عبر المشروع الأمريكي الصهيون التكفير الكذا نظبوط؟ طيب اليوم بطلت يعني بطلت أنتو عم بتقولوا بطلت أنه أصحاب مع أمريكا هذا خبر لازم يعني منطقيا يقرب السعودية وإيران إذا إيران صدق بمعادات أمريكا صح؟ أو إيران بدي شيء تاني؟ هناك هم سعودة وهيدي بزيد من التوتر من العلاقة المستجدة بين إيران والولايات المتحدة من العلاقة المستجدة بين إيران والولايات المتحدة تخيلوا على المنار على قناة الموت لأمريكا الموت لأمريكا زيت المحطة منطق معالجة جاستا هو نانا نانا إيران أصحاب مع أمريكا أكتر نانا نانا على المنار قناة الموت لأمريكا تستفت ضيف محترم وباحث أكاديمي محترم عم يحكي علنا عن العلاقات المستجدة بين إيران وأمريكا علاقات مستجدة مع الشيطان زيت الأمريكا اللي حصل نصر الله عم يبعث الشباب يموتوا كرمال يحاربها ويحارب مشاريعها هلأ صار إعلام ومبسوط بقوانينها ويروج العلاقات الإيرانية الأمريكية وبمكان ما الشمتان بالسعودي انطلاق جاستا فما الخيارات المتاحة أمام السعوديين لا يمكنها أن تقوم بأي شيء يعني يعتقد أن السعودية يعني لا يمكنها أن تقوم بأي شيء ليك المتابعة والحماس انطلاق جاستا بتحسوا مثلا شيء مونديال جاستا أو أنه انطلاق الفورميلا وان أنه احتفالاتي ما فهمين بعدين خيئزة السعودية بطلت مع الأمريكان وهي غير قادرة على الرد وضعيفة في مواجهة السياسات الأمريكية عظيم وين محور الدفاع المستضعفين وين المقاومة الباسلة اللي قررت أن تقول لا لأمريكا عندك فرصة هلأ عدوان أمريكي غاشم على دولة مستضعفة ما نقادر تدافع عن حالة بحسب توصيفات محور إيران وين الأشويس أو هلأ صرته مع أمريكا بالمناسبة إذا صرته مع أمريكا أنا ما بيزعل اللي رح يزعل هني اللي أولادهن عم بيموتوا كل يوم هني ومفروضه عم بيحاربوا أمريكا بعدني ما فهمت ما فهمت سبب الحماس المقاوم لجاستا يمكن لك يمكن والله أعلم السبب أنه إيران كدولة ما إلى جنس العلاقة بالإرهاب لا من بعيد ولا من قريب لا بل هي ضحية من ضحايا الإرهاب ضحية بريئة ربما بهالأسباب عم تحتفل بموسم الحساب والعدالي ربما انتقد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب السوري أحمد كزبري تشريع الكونجرس الأمريكي لقانون جاستا معتبرا في حديث لوكالة أنباء فارس الإيرانية أن المتابعة بعيدا عما يروج له تكشف أن أكثر الدول المستهدفة من هذا التشريع هي إيران وذلك لأن هناك ثلاثين قضية مرفوعة ضدها في المحاكم الأمريكية تطالب الحكومة الإيرانية بتعوضات تصل قيمتها إلى 46 مليار دولار عن مزاعم أمريكية أن لطهران يد في عمليات إرهابية مقابل دعوة ضد السعودية فيه 30 دعوة ضد إيران والأنكة أن الدعوة المرفوعة ضد السعودية يعني المتعلقة بـ 11 أيلول الأدلة فيها على تورط إيران بحسب التحقيقات الأمريكية نفسها أكبر بما لا يقاس من المزاعم عن تورط السعودية ورغم ذلك رغم كل هول يعني عم نحكي عن التعاطي البارد نجيب ضيوفي روجه لأدى جاستا حبوب ويعمل عدالي وبعد كل هول إعلام الموت لأمريكا صار لبيك يا جاستا لبيك يا جاستا تصبحوا على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر